مساء الخير تحية طيبة للجميع على أسواد في مناظرات الانتخابة التشريعية 2016 من هنا من أجادير مساء الخير يعتمد أزول عزين إتمدس ما أزول في اللون أسوكاسا مباركي أسوكاسا مينو أسوكاس إسعدين نطلب بأديا ويهنا صح تود كل ما يجان إفلكين مساء الخير للجميع مناظرات الانتخابة التشريعية 2016 كما نقول دائما البرنامج الأول من نوعه كل ثلاثة وخميس للتعرف على برامج ثمانية أحزاب الأكثر تمتدية في البرلمان في كل حلقة للإجابة على أسئلتنا حول التعليم الصحة الشباب قضايا المرأة قضايا أيضا تخص العالم القروي والفلاحة حلقة اليوم والعالم القروي والفلاحة من هنا من أجادير أريد في البداية أن أشكر المدرسة الوطنية التجارة وتسيير لاستضافتنا هنا في أجادير كما أشكر شركة أنا في جامعة الأخوين في هذا المشروع الرائد دائما على أسوات في بداية الحلقة معك اعتماد قواعد المناظرة وفي هذه المناظرة كغيرها من المناظرات سيمنح لكل متحدث نفس الوقت من أجل عرض أفكاره ومقترحات حزبه وسيتم ضبط الوقت بالنسبة لكل المتحدثين دقيقة لكل جواب وبعدها ثلاثة دقائق للنقاش بين ثلاثة أحزاب على كل متحدث منكم أن يلتزم بالوقت المخصص له كما يمكنه مناقشة برنامج حزبه أو الثناء على أفكار الحزب الآخر أو انتقادها لكن لا يسمح لأي متحدث بأن يكيل الاتهامات أو يهاجم زميله وطبعا في السؤال الافتتاحي أو في التقديم لديكم دقيقة ونصف أما الآن الكلمة الافتتاحية دقيقة ونصف كما قالت اعتماد لكل حزب نبدأ أولا معك أحمد صدقي من حزب العدلة والتنمية الإشارة فقط أن القرعة وضعت بالترتيب كما ذكرنا سابقا من اليمين إلى يسار أحمد صدقي من حزب العدلة والتنمية مادية الحسن عن حزب الاستقلال راشيد بوخنفرم حزب تقدم والاشتراكي الحسن العلالي من امتحد السوري عبد الحفيد بوسيف من تجمع الواطن الأحرار مويسات عبد الرزاق والانتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نبدأ معك أحمد صدقي من حزب العدلة والتنمية كلمة افتتاحية في دقيقة واندس بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا أسمك وسنبارك نقارب الموضوع ونقارب السياق في هذه اللحظة من زاوية الإصلاح ومواصلة الإصلاح بلادنا في لحظة تاريخية سياسية مفصلية كمثل من اشتغل على حقل وأزال الأشواك والأحجار والشوائب ويخشى عليه من أن يعاوده مفعول الإفساد هنا تتقابل إرادتان إرادة الإصلاح والمضي والارتقاء إلى الأفضل والأحسن وإرادة بطبيعة الحال للنقوص والردة والرجعة بطبيعة الحال في حزب العدلة والتنمية نختار ضمانات توجه بالمغرب إلى الأمام من حيث ترصيخ الخيار الديمقراطي وتنقيته من كل الشوائب بما فيها شوائب التحكم التخويف المطالبة بالنقوص والرجوع ونتمنى ولسنا فقط في حزب العدلة والتنمية مع فاعلنا كتر مع مشاركنا كتر في السياحة السياسية نتمنى أن تتغلب إرادة الارتقاء ببلادنا إلى الأمام ونمضي ونرتقي به إلى أحسن وأفضل المقامات شكرا لك ننتقل إلى مرشع آخر إلى حزب الاستقلال ويحضر ممثلا عنها سيد الحسن مادي أهلا وسهلا بك سيد مادي أهلا شكرا أولا السلام عليكم كيغتين نرادرتاح مرادة سريخات ساولك استشلحيت كيغلق البلاد نشلحين ولكن إلي خطنا بشاكنا نسوي الاستعربت نرى نسوي الاستعربت إذن بما أننا خصنا ندوب العربية نحن نحاول ندوب العربية حزب الاستقلال من بين الأحزاب الوطنية العاتيدة كما يعرف الجميع اللي في الحقيقة عندها تاريخ قوي عندها ماضي قوي وعندها مستقبل كذلك حضرة في جميع المجالات اللي كتخص بلدنا فنحن كنتمنوا أن هذا المحطة تكون محطة أساسية بالنسبة لبلدنا كنتمنوا أنها ما يكونش فيها نقوس إلى الوراء كنتمنوا بأن النيات الحسنة أنها تزيد بالقدام لأنها في الحقيقة قبل لدينا محتاج لجميع ما نقولوش بأن هناك حزب واحد أو تيار واحد بوحده يقدر يدفع بهذه البلاد اللي قدام ولكن قد ما استطعنا أن تكون هناك نيات حسنة وأحزاب سياسية اللي في الحقيقة عندها الغيرة الوطنية باش يمكن لها تمشي بعيد في 200 ديالبلدنا قد ما يمكن أننا نحق الأهداف المتوخات الشعار ديالنبسط وهو التعاقد من أجل الكرامة وهذا التعاقد من أجل الكرامة من أجل كرامة الإنسان وبالتالي أن الغرض هو جعل هذا المواطن مواطن صالح مواطن كيهتم بلاده مواطن كيشعر بالمواطنة دياله مواطن اللي كيبغي لخير بلاده وبالتالي فضروري من مشاركة الجميع شكرا سيد ماتي انتهتا دقيقة ونصفة أما الآن رشيد بوخنفرم حزب تقدم والاشتراكية شكرا أزولي مسفردن الزنين تحية للمستمعين ومستمعات الكرام اللي غيرتبهم عن هذه المناظرة بداية يسعدني أن أمثل حزب تقدم والاشتراكية في المناظرة كما يسعدني أن أثني على هذه المناظرة لأنها مبادرة تعتبر بالنسبة لحزب تقدم والاشتراكية أسلوبا بين أسليب الارتقاء بالخطاب السياسي الذي لطالما دفعنا عنه دائما حزب تقدم والاشتراكي دفع على ضرورة تدفع ديمقراطي سياسي سليم يكون فيه تقارع البرامج تقارع الأفكار بين الأحزاب السياسية لسبب بسيط لأنه حزب تقدم الشركية حزب الأفكار حزب البرامج مش عاد اليوم نفكر في برنامج الانتخابي حزب تقدم الشركية أكثر من 73 سنة من النضال في خدمة المواطن والشعب كان مشروعه المجتمعي حزب تقدم الشركية عارفة شنية الرؤية اللي عنده كيفاش بغي المغربي يكون ويؤمن كذلك بمبدأ التطور اللي كيخليه أنه يطور البرامج دياله ويطور الآليات دياله ديال الاشتغال اللي ممكن أنها تتجاب ولا تجاوب على الحاجات ديال المواطنين والمواطنات اليوم بغينا نتكلمه في حزب تقدم الشركية على البرنامج ديالنا برنامج الذي تم بنائه بشكل تشاركي مع قطاعات سوسيوميهنية مع جميع المهنيين وأنا جيد سعيد أننا ستكلموا على موضوع يدخلوا في صلب مشروع المشترحة حزب تقدم الشركية اللي هو العالم القاروي اللي هو الفلاحة الفلاحة اللي ممكن تعرفوا أن البرامج حزب التقدم الشركية تم استمدادها من مرجعته بيتالية والتقدم راشد انتهى الوقت شكرا ننتقل إلى حزب الاتحاد الدستوري ويحضر ممثلا عنه الحسين العلالي أهلا وسهلا بك سيد العلالي شكرا سيدتي الفاضلة يتميست ما أزول في اللون سكوس مباركي سكوس يغودان ستومور إن شاء الله إذن ليش عرف كبير أن أمثل حزب الاتحاد الدستوري اللي كان عرفوه أن حزب التقدم الدستوري في 1983 على يد أحد القيادين المعروفين عندهم والتاريخي المرحوم من عطيب وعبيد اليوم عندنا قيادة جديدة بقية الأستاذ محمد ساجيد اللي منطبئة الحال عنده أفكار جديدة جاب مشروع برنامج جديد الهدف دينا في الانتخابات والاستحقات سبع أكتوبر إن شاء الله القديمة أن نرقيه ببلادنا ونساهمه في تنمية دينا البلاد منطبئة الحال برنامج حط مجموعة من الإجراءات اللي كيشوف أنها هي القادرة أنها تعطي واحد البعد إيجابي واحد التنمية للبلاد البرنامج ما معتمدش على الأقام وإنما معتمد على مجموعة من الرؤال اللي ممكن أنها ما تعتمدش على إمكانية ضخمة ولكن إجراءات هي بسيطة اللي ممكن أنها تلقى بالبلاد أيضا الهم دينا الأساسي وهو من خلال الاستحقال نحن داخل تحدي دستوري نريد أن نعيد تحدي ما بين المواطن ما بين الحزب السياسي أو السياسيين من أجل المساهمة بشكل جامعي وبكتفة كبيرة من أجل الرقيء بالبلاد من طبيعة الحال برنامج جيدنا برنامج عمالي تم وضعه من طرف مجموعة من الخبارات اقتصاديين لتابعي الحزب الهدف الأساسي والرقيء بالبلاد والازدهام طبيعي الحال شكرا سلع للي عبد الحفيد بوسيف من حزب تجمع الوطني الأحرار أهلا وسهلا شكرا للاستضافة وشكرا لإدعاء الأصوات وإذا التحية لكل مستمعات والمستمعين لهذه الإدعاء والحضور التي كانت معنا بطبيعة الحال قبل مبدأ كلمتي لابد أن أهنئ كل مواطنات المواطنين بهذه السنة الجديدة السنة الهزرية الجديدة متمنيا أن تكون سنة يمن وبركات وخيرات على هذه البلد خاصة في هذه اللحظة تاريخية التي نعيشها جميعا وهي محطة 7 أكتوبر التي نعتبرها في التجمع الوطن الأحرار محطة استراتيجية وتاريخية بالنسبة لحزبنا وبنسبة لبلادنا وإضا محطة فارقة في تاريخ المغرب السياسي والديمقراطي خاصة أنها تأتي بعد صدمتين عرفتهما بلادنا الصدمة الأولى هي صدمة الاقتصادية إلى 2008 والصدمة الثانية هي صدمة الربيع العربي والتحولات التي نعرفها جميعا والتي لا زالت آطارها جاتمة على كثير من دول المحيط الذين عيشوا فيه طبعا نحن واعون في التجمع الوطن الأحرار بأهمية هذه اللحظة الديمقراطية ومستعدون كما كنا دائما لتحمل مسؤوليتنا كاملة من أجل المساهمة في النهوض والرقيب بلادنا أنا أشكر الإدعاء على هذا الموضوع لأنها ستمنحنا إمكانيات لنقدم كثير من العناصر للإجابات على الأسئلة التي ستطرح وهي مطروحة في المجتمع لإيجاد الحلل لها سواء على المستوى العالم القروي وأيضا على مستوى الفلحة شكرا لك انتهى الوقت عن حزب تجمع الوطن الأحرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحضر معنا السيد عبد الرزاق مويسات أهلا وسهلا بك شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أريد أن أشكر إدعاء أصوات وأحيي المستمعات والمستمعين والجميع يعرف أن الاتحاد الشراكي هو حزب اللي كان دائما يؤمن بالديمقراطية وقد أدى التمن على ذلك هذا الماضي نتركه والآن نتطلع إلى المستقبل هذه الاستحقاقات اللي اليوم حنا هذي نقللها إن شاء الله يوم سبعة أكتوبر أولا ما قبل كل شي بغيت نوجه هذا النداء من هذا البرامج لكل المواطنين والمواطنات أنه يجب قطع الطريق على الذين أفسدوا هذه البلاد وفي الحقيقة هذا القطع الطريق وهو أنه يمشون الناس بكتافة للمساهمة في التصويت فإن المقاطعة أو عدم الاستجابة أو عدم الذهاب إلى التصويت هذا الشيء لبكل صراحة غد يؤدي البلاد إلى ما تحباد عقباه ونحن في واحد الفترة اللي بكل صراحة المغرب محتاج بها إلى الاستقرار المزيد من الاستقرار والاستقرار لا نقول أننا نحن استثناء ولكن هذه الاستثناء يمكن لا يقدر الله أن يؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقباه شكرا سيمويساتا نشير عزين إلى أن ممثل حزب الأصالة والمعاصرة وأيضا ممثل حزب الحركة الشعبية تخلفا عن الحضور رغم التزامهم المسبق بالحضور خلال هذه المناظرة وهي الخامسة من سلة سلة مناظرات استعدادا لانتخابات السابع من أكتوبر موضوعنا اليوم هو العالم القروي وأيضا الفلاحة قبل أن نمر لأول سؤال معك عزين شكر خاص للجمهور الحاضر معنا هنا في القاعة مناظرات الانتخابات الشرعية كل يوم ثلاثة وخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أصوات لإيداع الليك تفهمني وتفيدني بداية أول سؤال دائما الفلاحة العالم القروي ونبدأ أولا بسؤال حول العالم القروي حسب الإحصال آخر أكثر من 45% مسوكة المغرب هم في العالم القروي ماذا حضرتهم من خلال برامجكم العالم القروي حيث فاك العزلة لهشاشة وقضايا أخرى أبدأ معك أحمد صدقي من حزب العدلة وثنمية من خلال برنامج الانتخابي لحزب العدلة وثنمية نقطة محورية هي صون كرامة المواطن صون كرامة المواطن في العالم الحضري وفي العالم القروي وليست هناك حدود جغرافية فاصلة بين المجالين وليس هناك أيضا فواصل حقيقية بين الإشكالات والقضايا التي تهم هذه المجالات لذلك ارتأينا أن يكون إقرار العدالة المجالية والاجتماعية هي السمة الرئيسية في برنامجنا الانتخابي الذي من خلاله نحاول إقرار مؤشرة جديدة لفك العزلة للنهوض بالمراكز الناشئة للاهتمام بالموارد البشرية من حيث التعليم من حيث الصحة من حيث تكافؤ فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وللبنيات الأساسية ومن حيث الاهتمام بالشباب أيضا وإقرار تكوينات شكرا لك انت هالوقت أحمد صيدقي من حزب العدالة والتنمية فقط أذكر من الجديد دقيقة للإجابة عن السؤال ما دي الحسن من حزب الاستقلال السؤال أيضا هو نفسه وشنا حضرته في برنامج للكم العالم القراوي ذكرت لها الشاشة ذكرت الفقر أشياء أخرى كثيرة في العالم القراوي وشنا حضرتكم أشياء عملية في البرنامج للكم نعم شكرا إذا برنامجنا أولا فالحقيقة هو برنامج وظيفي برنامج شغل عليه واحد العداد دي المختصين وبالتالي فضروري أن يكون هناك فرق لأن هناك خصوصيات دي العالم القراوي والعالم الحذري وحنا مليك نتكلم وحنا كلنا ولاد العالم القراوي وكانتشغل في العالم في العالم القراوي كنعرفوا أشنه هي الإشكاليات الكوبرا اللي هي مطروحة في بلدنا أولا بأن هناك تحويل المجموعة دي الضواوير الآن إلى مدن مما يتطلب إمكانات هائلة لتمدينها هناك مشكل دي الماء أولا دي الشرب البسيط عند المواطنين هناك مشكل كذلك دي السقي دي الأراضي هناك مشكل دي الصحة دي المستوصفات هناك مشكل كذلك دي التمدرس هذه الأشياء في برنامجنا كلنا عنا مخطط واضح يسير في اتجاه إعادة هيكلة العالم القراوي للاستجابة للحاجيات المريحة للمواطنين شكرا لك انتعى الوقت الكلمة الآن راشيد بوخنفرم حيزب تقدم الاشتراكينا في السؤال ولكن شنال إجابة دي لكم شنال هما الأشياء واحد جوش ثلاثة مثلا لغا تقدمها للعالم القراوي غا تغير هذا العالم القراوي ولكش اللي كايشو مشكل بسيط كما دخل إجابة على هذا السؤال لكن نقطة أساسية النقطة الأولى هو حيزب تقدم الاشتراكي ولكل كعافة في تاريخ دياله أنه حيزب الذي يضع مصلحة المصدعافين والطبقة العاملة والفلاحين الكادحين النقطة الثانية هي أن حيزب يستمد مرجعيتهم من مرجعاته التقدمية ولموقفه وأفكاره من مرجعات التقدمية ومن هويته الاشتراكية النقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها وأننا نتكلم من موقع مسؤولية نحن الآن في الحكومة وشعار رفعين وفي حملة انتخابية هي بالمعقول نواصل الحصلاح كين أمور أشوات اللي تقطعت في المغرب كله بما في العالم القراوي وكين أمور اللي جابيها البرنامج جدينا اللي غنزيدوا نعزوا بهذه الأمور كين جوجت النقاط أساسية النقطة الأولى هي فك العزلة اللي كنت تكلموا على فك العزلة كنت تكلموا على البنيات الأساسية كنت تكلموا على الطرق بما فيها التعبيد بما فيها المسالية كنت تكلموا على الصحة كنت تكلموا على التعليم وكنت تكلموا كذلك على الشكل الاقتصادي اللي كنركزوا في البرنامج جدينا على أنه يكون واحد المساوات في توزيع دي النشاط الاقتصادي شكرا لك في حزب التقدم على الاشتراكي انتهى الدقيقة حسين العلالي امتحاد دستوري بالنسبة لكم شنال حلول المطروحة فك العسلة هشاشة قضايا العالم القاروي كيفاش قد يتعالجون تمام مثلا هاد الأشياء اللي طرحناها بطبيعة الحال احنا داخل حزب الاتحاد الدستوري متيقنين انه العالم القاروي لم يرقب حضه من الاتمام البالغ لذلك الحزب التحاد الدستوري من خلال برنامج جديد من خلال اجراءات اللي حط ليمية اجراء يعني اعطى مجموعة من الاجراءات اللي كتهم بالعالم القاروي خاصة من حيث فك العزل ايضا العالم القاروي البنية التحتية ايضا الشباب انه هو الشباب وانصور اساسي في المنظومة وايضا التعليم من بناء الاجراءات ممكن نسرد انه مثلا اجراء في مبدأ دي التعليم للجميع انه هو ان الرفع من المستوى دي التكافؤ الفرص بلوجولة التكنولوجية منذ الطفولة في الوسط القاروي والاحياء الحضرية الهامشية في مجال محاربة الاقصى والتهمش الاجتماعي حيث بالاتحاد السوري في هذا المجال يعني اجراء الاخدام طب يتحل وحماية الساكنة الهشة عن طريق وضع آلية وقائية من خلال تقويض الدعم الاجتماعي تمكين من التأمين على العمال الساكن الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية لمصحبة تربية الدعم النفسي الى غير ذلك ايضا هناك اجراءات كتهم وضع سياسة التنمية الداتية لذلك يسأل العالم القاروي والفئة المهمشة مثلا يلغاء المصارف تمدروس شكرا لك حسين العليم تحد السوري عبد الحافيد بوسيف من تجمع الوطن الاحرار كيفاش انتم مكت تعالجوا هذه القضايا التي طرحناها في الاول من خلال برامجكم مقبلة ان شاء الله شكرا بغيت نأكد على موضوع مهم جدا لانه كان اشكال ديالصورة المغرب في مؤشر التنمية البشرية وتدني هذه المؤشرات يعود بالاساس ينبغي الاشارة لانه يعود بالاساس الى العالم القاروي العالم القاروي مكانته هي التي تجعل من هذه الصورة متدنية طبعا وعيا مننا بذلك نعتبر بانه امران هامان الامر الاول وهو العزلة هناك في برنامجنا يعني عمل على مضاعفة الجهد لفك هذه العزلة من خلال السريعوات الى التنفيذ برنامج وطني للطرق لغادي ان شاء عشرين الف كيلومتر بطبيعة حلشة للسنوات القديمة طبعا هناك ايضا تكلف اجتماعية اخرى وتطوير عيادة متنقلة ثانيا الشق الثاني وهو الشق المتعلق بالصحة واللي جنبي انه هناك في دراسات عنا 28 او 48 ايضا مركز مغلوقة غادي تفتح معنا ايضا تطوير وحدات متنقلة للتكوين اضافة الى دعم الموالد البشري اللي هي عنصر مهم جدا بالنسبة الي شكرا لك عبد الحافظ بوصيف من تجمع الوطني للأحرار موسى عبد الرزاق من انتحاد الشراكي للقوات الشعبية افكاركم برامجكم ايضا لعالم القاروي فالنقط اللي ذكرنا منذ البداية انتحاد الشراكي كان عرفوا انه قام بأعمال جليلة في حكم التنوب واحنا اليوم في البرامج ذينا لا نريد إلا أن نتم هذه الأوراش التي بدأناها ولا بد أن ندكي بعض الأقام فمثلا للماء الصالح للشرف اللقط اللي كانت الحكمة دي عبد الرحمن اليوسفي خدات الحكم كانت 32% ووصلناها لـ 80% كذلك الإنارة العمومية وصلنا لـ 40% وفي آخر الولاية وصلنا لـ 82% إذن العالم القاروي ما يمكن الأساس ديال تنمية دياله هو الشغل والشغل هو الفلاحة والفلاحة والزراعة ولا وما كينشي فلاحة لمكلمة الكفية باش كان احنا مخضعين للأمطار لما كانت أمطار العالم القاروي كيموت وكيجوع كنظن بأنه لا بد من بناء سدود أخرى شكرا لك انتهى الوقت لتوفير الشغل انتحاد شراكي القوات الشعبية شكرا لك نتبه هذا السؤال سؤال أول من المناظرة بنقاش مفتوح بين ثلاث ضيوف معك احتمال سلام في هذا الحيز من النقاش عزين ستشارك ثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال استكمالا للسؤال والذي طبعا تمحور حول العالم القاروي سيكون هذا النقاش حول نفس الموضوع أبدأ من عندك سيد مادية عن حزبي الاستقلال من أجل تنمية العالم القاروي لا يكفي فقط معالجة مجموعة من المشاكل التقنية على كترتها لكن ينبغي الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل العنصر البشري هل تعيدون باستثمار في المواطن المغربي الذي يقطن بالقرى؟ تفضل شكرا على السؤال لأنه سؤال في الحقيقة مهم جدا وبالتالي فالاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار في التنمية حزب الاستقلال له تاريخ في مجال ديال التنمية البشرية وأعتقد بأن الحكومة اللي كان فيها الأخ عباس الفاسي كرئيس ديال الحكومة كوزير أول إذن فعطت نتائج ديالها وحتى شي واحد ما غير نرجعش لها لأن حتى شي واحد ممكنش باشي نكرها اهتمامنا الآن في البرنامج لأنه اللي كيهمناه الآن هو المستقبل أشنو اللي مكننا نديرو باش ندفعوه بالعنصر البشري تكون عنده الأهمية دياله وبالتالي فالاهتمام ديالنا كي يتماشى مع الشعار اللي اعطيناه للبرنامج هو الكرامة أي كرامة الإنسان يعني أولا تأهيل ديال الإنسان بصفة عامة احنا كنعرفو بأن الأمية كتضرب الأطناب ديالها في العالم القاروي وبالتالي لا يمكن للإنسان الأمي أن يساهم وأن يشارك بشكل كبير طبعا لنسمع أيضا رأي سيد صدق عن حزب العدالة والتنمية كيف ستعملون في حزبكم على تأهيل العنصر البشري في القرى؟ بطبيعة الحال ضمن الإجراءات اللي جبها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بهذه الخصوص خصوص محور الموارد البشرية نتحدث مثلا عن منطق إقرار تكوينات ضرورية في مجال التنمية القروية بالنسبة للشباب إمكانية المساعدة على إنشاء مقاولات ذاتية بالنسبة للشباب لإعتناب الداخليات ودور الطالب والطالبة استقرار الموظفين بإنشاء دار الضيافة أيضا بالنسبة لمرتادي المؤسسات الصحية كل هذا إضافة بطبيعة الحال إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية الصحة والتعليم والرفع من نسبة الولوج إلى الخدمات الأساسية خصوصا الماء والكهرباء إضافة إلى توجه أساسي هيكالي في البرنامج للحزب العدالة والتنمية لهو التوجه نحو القطاع الصراحي ونتمنى أن يكون فيه العالم القاروي أن يكون له دور محوري خصوصا بتعبئة العقار الضروري لتشغيل الشباب بأساس طيب نسمع أيضا رأي حزب التجمع الوطني للأحرار سيد بوسيف هل لديكم رؤية في حزبكم من أجل تأهيل العنصر البشري في اليارياف والقرى المغربية بطبيعة الحال من الانشغالات التي لدينا داخل تجمع الوطن الحرار المجال القاروي والعالم القاروي ومن أيضا العناصر والركائز التي نركز عليها في برنامجين وركزنا عليها منذ سنوات هي موضوع التكوين والتكوين المستمر وشركاء كثيرون سواء وطنيون وإيضا دوليون في مجال التكوين والذي يهم مجالات عديدة نذكر منها مثلا تكوين المدبرين المحليين لفيهم رؤساء جماعات وأيضا منتخبون من مختلف الأصناف وهذا دور مهم جدا لأن من خلالهم نتمكن من التكوين يهم المجال التقني وأيضا المالي وأيضا يهم مجال التدبير الذي لديه علاقة مباشرة بالعالم القاروي أيضا لدينا رؤية لتطوير وحدات التكوين في مجال المهن الفلاحية وهذه وحدات متنقلة أيضا في مجال السياحة الإيكولوجية وفي مجال أيضا الصحة شكرا نسي موسيف انتهت هذه الفترة من النقاش نواصل دائما هذا البرنامج هذه الحلقة من مناظرات الانتخابات الشريعية 2016 هنا من أقادير السؤال الثاني من هذه الحلقة معك اعتماد سلام مناظرات الانتخابات الشريعية كل يوم ثلاثة وخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أصوات لإيدا عليك تفهمني وتفيدني السؤال الثاني لديه ارتباط أيضا بالعالم القروي وبالأرياف المغربية ليس من الخفي أن العالم القروي يشكل كنزا من الأصوات تتنافس عليه الأحزاب وأيضا السياسيون الذين ينصب اهتمامهم على القرى لكونها تشكل كتلة ناخبة مؤثرة وحاسمة في نتائج الاستحقاقات لكن بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية والانتخابات ينتهي أيضا اهتمام الأحزاب والسياسيين بالعالم القروي هل ستكسرون هذه القاعدة أبدأ من عندك سيد بوسيف عن حزب تجمع الوطني للأحرار هذا العالم القروي ليس صحراء جرداء العمل فيه كان فيه جود كبير جدا بودل ويكفي أن يشير إلى البرامج التي حملتها وزارة الفلاحة والتي تولى في فترة فيها تجمع الوطن الأحرار إدارتها بقيادة الأستاذ يعني السيد الوزير سيعزيز أخنوش وبودلت مجهودات كبيرة جدا من أجل الارتقاء وتحسين توفير وتحسين الحياة الكريمة للناس بطبيعة الحال العالم القروي بحاجة إلى رؤية وخطة استراتيجية تشاركية يكون فيها دور للدولة ودور للجماعات ودور للفلاحين ومؤسسة المجتمع المدني بالنسبة إلينا لا نعتبر أن العالم القروي كما أسرطي بأنه واحد المشتل للأصوات بل هو مجال للتنافس من أجل توفير وتحسين الحياة الكريمة سيد بوصيف أنتقل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيد عبد الرزاق موسات بالنسبة لكم هل لديكم رؤية أو هل تعيدون بالاهتمام أيضا بالعالم القروي في حال ما تم انتخابكم العالم القروي من طبيعة الحال كان نظن بأنه لم ينال مع الأسف الشديد حقه من عدد دي المشاهل سواء الصحة أو التعليم أو التشغيل ومع الأسف الشديد كان دائما يقال وقال أن هذا يعني المغرب غير النافع لكن كانت من جهودات هنا وخاصة بغي نتكلم هنا على المغرب الأخضر اللي هو من طبيعة الحال شاركنا فيه كمنتجي لأنه بصفتي فلاح ورئيس تعاونية وكان نشوف بأنه في لقتل يكون مشاركة فعالة في برنامج من البرامج مع أي وزير كيفما كان لونه أنه يعطي النتائج جاهله اليوم العالم القروي كان نحسو به بأنه مع الدعم من المغرب الأخضر بدأت واحدة عداد دي الأوراش اللي تبين فيه بدأت واحدة عداد دي الخلق دي الشهر فيه وكان لقوا بأنه النسبة دي 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 شكران سيمويسات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شكران جزيلا لك وأرجو من أساد المتحدثين أن يلتزموا بيئة دقيقة المخصصة لهم خلال الجواب أنتقل إلى حزب التقدم والاشتراكية سيد رشيد ابو خنفر هل الاهتمام بالعالم القراوي بالنسبة لكم هو قرار مسؤول تلتزمون به بطبيعة الحال كيف ما كيعرفوا الإخوان المغربة كيعرفوا الأحزاب السياسية كيعرفوا العامل اللي تقوم به كيعرفوا الأحزاب السياسية تشتغل بالمعقول وبراميجها قابلة للتحقيق وتشتغل عليها وكيعرفوا الأحزاب التي تستغل العالم القراوي بطبيعة تصل في بعض الأحيان إلى 100% صحيح أن بعد الانتخابات مشكلة الأحزاب السياسية تتعهد بالالتزامات وكتقوم بما قدمته من خلال البرامج هذا أمر واقعي خسنا التعامل معه إذا لم يكن إرادة سياسية حقيقة الأحزاب السياسية أنها تشتغل في العالم القراوي ما سيكون حتى شي حاجة في العالم القراوي ثانيا مجموعة الأمور التي اعطتها نتائج انتخابات الجامعية والجهوية وربما حتى واحد صندوق القراوي الذي أسأل اللعاب من جمع هذه الأحزاب السياسية لكي يشتغلوا على المقاعد وداء أنهم يشتغلوا مصلحة المواطنين المواطنين المصدعفين في هذه المناطق حزب تقدم واشتراك يا سيد سيد اللغداء شكرا سيد بوخانفر عن حزب التقدم والاشتراك أنتقل إلى سيد أحمد صدقي عن حزب العدالة والتنمية سيد صدقي ماذا بخصوص رؤيتكم لهذا الجانب بطبيعة الحال هذه السم الرئيسي للحزب العدالة والتنمية هو التواجد على طول الوقت الفترة الانتخابية هي فترة عابرة مع الأسف يأتي بعض الأشخاص في هذه الفترة يوزعون الوعود والانتظارات ثم ينصرفون ويترك لنا انتظارات المواطنين كثيرة وكثيرة جدا ولكن نحن ملتزمون كما كنا من قبل انتخابات وخلال انتخابات وبعد الانتخابات نستمر مع المواطن مقراتنا مفتوحة في عمق العالم القروي مناضلون مشتغلون على طول الوقت نحن ملتزمون مستمرون في الالتزام لا نبدل ولا نغير نهجنا ولا سلوكنا مهما كانت الظروف ونضحي لأجل ذلك ولازلنا نضحي وسنواصل الاشتغال من عمق العالم القروي بعد مضي هذه الانتخابات وننصرف إلى العمل الحقيقي للنهوض بقضايا المواطنين هناك تبقت لديك تمانية تواني طبيعة الحال أؤكد أن الالتزام هذا هو الالتزام بدائي ولا يمكن أن نخل العهد ولا يمكن إلا أن نواصل الاشتغال وكما كنا من قبل سيد صدق عن حزب العدالة والتنمية أنتقل إلى حزب الاتحاد الدستوري سيد الحسين العلالي هل تعيدون بأن لا يكون اهتمامكم بالعالم القروي مجرد اهتمام مؤقت وسيستمر في حال ما تم انتخابكم أبدو دميني تأكيد على مسألة أساسية وأن حزب التحاد الدستوري لا يفرغ بين العالم القروي والعالم الحضاري حزب التحاد الدستوري متواجد في العالم القروي كما في العالم الحضاري فقط حزب التحاد الدستوري كي يشوف أنه العالم القروي ما خدش النصيب ديره من الاتمام خاصة مجموعة من الأمور في المجال التعليمي في المجال الصحي في المجال الشبابي لهذا التحدي الدستوري كيشوف أنه من خلال إجراءات الإجاب أن هناك دعم للقدرات المحلية لإتمام بالعالم القاروي يلقوا أهمية كبيرة أولا كيساهم من الحرب من الهجراء القاروية إلى المدن والحواضر لهذا فحزب تحدي الدستوري اهتم بفكل العزلة المسابعة في العزلة أيضا في المجال الشبابي من خلال توفير مجموعة من المستنزلات الخاصة بالشباب في المجال الرئيسي وفي المجال التكوين يعني ترسيخ العمال التضامنية أو البرامج التضامنية أيضا دعم المرأة في العالم القاروي خاصة من خلال التعاونية من خلال التأسيس مجموعة من الجمعية التعاونية من أجل مساهمة فأولا ترسيخ دي Interesting. شكرا لك سيد الحسين علالي عن حزب الاتحاد الدستوري أختم هذه الجولة جولة هذا السؤال من عندك سيد الحسن مادية عن حزب الاستقلال في حزبكم هل تنمية العالم القاروي هي قرار والتزام سياسي مسؤول؟ هو قرار منذ تأسيس حزب الاستقلال اللي في الحقيقات سيدالو دازد عليه الآن 80 سنة وكنذكر هنا بأننا نحن ما كنستوردوش المرشحين في العالم القراوي بل أبناء العالم القراوي أبناء الدوائر الانتخابية هما اللي كيترشحوا وفي برنامجنا في برنامجنا إذن فكين واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي هي عملية لمكنها تساهم في تغيير وجه العالم القراوي وكما قلت في البداية بأن هناك الاهتمام بالسدود عدد النظر في توزيع الماء في العالم القراوي لأن هناك مشكل خطير يهدد العالم القراوي هناك مشكل تشغيل الآن ديال الشباب ديال العالم القراوي المدارس سنويات تكوين المهني دفع المشتتمرين للاستثمار في العالم القراوي وبيعطاهم إمكانيات للعمل في هذا المجل إذن فبرنامجنا في الحقيقة هو برنامج ديال العالم القراوي واشتغلنا ماشي ديال ليون فقط شكرا سيد مادية عن حزبي الاستقلال الآن حيز جديد بناء النقاش معك عزين ثلاثة أحزاب الاتحاد الشتراكي للقوات الشعبية حزب تقدم ولي الشتراكي الاتحاد الدستوري نقاش مفتوح حول هذا السؤال أمدب حزب تقدم ولي الشتراكي أولا تكلم أنت قلت بأن الناس يعرفوا هذه الأحزاب التي تستعمل العالم القاروي على أساس أنها خزان انتخابي بين قوسين بالنسبة لكم أنتما كاتتهم هذه الأحزاب مباشرة ولكن إلا ما نريد أن نستعملوا هذه الأحزاب كيف هي الحلول التي تطرحوا؟ أنا بداية لا أتهم أحدا أنا كنظر على وقع سياسي معيار كعرفة المغربة بدون استثناء مدخل ديالنا الإصلاح في العالم القاروي كنقولوا كالبنية الأساسية اللي من خلالها ممكن مفروق حد الأدنى ديال العيش الكريم بالنسبة لذلك الأحزاب التي تكلمت عنها في البداية اللي هي التعليم، اللي هي الصحة، اللي هي الكارابة، اللي هي الطرق اللي هي الأمور الأساسية بالنسبة لذلك الناس كان التعليم بالنسبة لنا كانت تكلموا على مدرسة عمومية ناجعة في المغرب كله بتركيزين أكبر في العالم القاروي مما يعني أن نقص نفروا ظروف ملائمة أكثر للناس في العالم القاروي بما فيها المؤسسات بما فيها المورد البدرية أنا في الحقيقة كان نقول بأنه باش نكونوا موضوعيين بأن العشر سنوات الأخيرة كلها نسية فيها العالم القاروي تنسى نهائياً وخاصة على المستوى ديالجهيزات الأساسية خاصة على المستوى دياللمدارس خاصة على المستوى ديالصحة كان نسمعه كل يوم في الجرائد وكان نقرأه وكان نسمعه بأنه كان مصائب كبيرة ديال واحد العادات ديال المواطين والمواطينات وخاصة النساء منهم اللي كيموتوا في الترك قبل ما يوصلوا قبل ما يوصلوا يعني المستشفى كان نشوفوا بأنه المستوصفات اللي في الحقيقة كانت تخصتكون في كل شي ماشي القورة أقول وراء كان علاقة للقورة المتوسطة والمدن المتوسطة ما يدار من هاتشي حاشا كان نشوفوا القضية اللي تقلت بزاف ديال الدور ديال الطفلة بس طفلة يمكن لها تقرأ هات الدور ولا هات الأماكين يعني مو دبارة وحد تدبير سوء تدبير كبير جدا محيط أنه لم نرى أي تقدم فيما يخص هات المجال وخاصة التعليم أنا فقط بغيت نعود نطرح سؤال عليك الحسي لعلى الامتحد السوري هاتشوش مسئلة فقط الحكومة أمسؤولية أيضا المعارضة أو الحكومة المتعاقبة اللي ربما شاركتو بها أو ما شاركتوش فيها الحلول لكيفاش خصت تطرح الآن في مستقبل نحن نتكلمون على 7 أكتوبر الحكومة غادي تجي مسؤولية ديال من طبي تلحل هذه الاستحقاء قدية 7 أكتوبر أني كانت تخو منه الشئ الكثير كان بغيو أنه يكون واحد تفوس حدية الأمل المغرب بشأنه يرتقي خاصة في العالم القاروي طبي تلحل أنا أنا لا أشتر رأينا نقول أنه في العالم القاروي يخزان انتخابي لأن المواطن اليوم المواطن المغربي سواء في العالم الحضر أو العالم القاروي يعني عاف ما لهو ما عليه ومن طبي تلحل نحن داخل حزب التحال الدستوري كيقول بأنه ربما المسؤولية مشتركة بالحكومة المتعاقبة على الحكومة المغربية أو أيضا المعارضة من خلال يتمام بالعالم القاروي نحن داخل التحال الدستوري بقيادة جديدة ديال الأستاذ محمد سجيد يعني لا تقلوش فيه مصوصفات في المستوى مدارس عمومي في المستوى ملاعب للقرب مجموعة مجهزات هي أساسية ممكنش أنها تنحصر على العالم الحضر أنا أريد أن أخبرك كلمة أخيرة مدام بديت معاكم حيث تقدم وليشتراكي أنا أقول الواقع كعرف ولمغربة أنت مشاركت في حكومة هذا الشيء يريد أن تتكلم عنه مدام تتكلم عن السحة وتتكلم عن جمعة الأمور حيث تقدم وليشتراكي تحمل خمسات الحقائب ثقيلة جدا وما قام به الرافيق مثلا لحسين الوردي وزير السحة بما في فتح 74 دائما سؤال 74 فأنت تكلمه فأنت تكلمه على المستوصفات وعلى المراكز الصحية وعلى الناس للعيالة التي يولدون كان للكوبتال التي تدهم من قرى المداشر المدن انتهى الوقت شكرا لك رشيد بوخنفران حزب تقدم وليشتراكي وممكنكم إجابة أيضا ضمن الأسئلة القادمة صحيح وننتقل الآن إلى ثالث سؤال في هذه المناظرة والتي هي الخامسة ضمن سلسلة مناظرات انتخابية استعدادا لاستحقاقات السابع من أكتوبر الموضوع طبعا هو العالم القروي والفلاحة إلى سؤال الجديد معك عزدين الأول مرة في المغرب مناظرات كتواجه أكبر الأحزاب السياسية كتنظمها أصوات بمعايير دولية أصوات لإدعاء اللي كتفهمني وتفيدني السؤال كترحرصه دائما كنت تكلموا عن الجفاف في المغرب كنت تكلموا عن الفلاحة أيضا المرتبطة بالجفاف والاقتصاد الوطني المرتبطة بالفلاحة المرتبطة بالجفاف وتساقطات المطارية فقط أنا عندي سؤال مباشر لكم كيف ستقوموا في برامجكم المقبلة لكي نتجاوزوا هذا الأمر يعني الجفاف ومحدودية الموارد كيفاش تسابين تخفيف من الآثار ديال هاد الأمور كلها على الفلاحة الوطنية شنو كتقترحوا بداية هاد المرة هاد يبدأ مع محمد أو مويسات عبد الرزاق من اتحاد الاشتراكي القوات الشعبية شنو كتقترحوا الجفاف من طبع الحال تواحد ما يتحكم فيه إلا الله ولكن كي يبقى الله اعتنى أدمغة اعتنى يعني مواهب باش يمكن لنا نخمف أمورها فمثلا منذ اكتر من 30 ولا 40 سنة كان نسوس هنا في سباق لاقتصاد الماء باستعمال سقب بتنقيط بهذا التنقيط يمكن لنا كل 50 ألف اكتار اللي إذا صدرنا لهذا التنقيط كان نربح فيها باراج وبالتالي خاص كما أشار إلى ذلك وكما ستارة في المغرب الأخضر أنه عمد هذا السقب التنقيط وذلك للاقتصاد الماء ثانيا ما يمنعنا من إنتاج الحبوب بالسقب بتنقيط يمكن لنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي أو سيادة غدائية حيث أنه رحنا الآن عندنا اكتفاء ذاتي في كل شيء الأمور ولكن مع الأسف الشديد القضية ديال الحبوب رحنا باقي نتابعي للخارج ميستاذ عبدالزق شكرا لكم انتحاد شترك القوات الشعبية خذين وصلوا معاك عبدالحافظ بوسيف من تجمع الوطني الأحرار عمليا شنا هي المقترحة ديالكم عنا أولا قبل الموضوع العمليات أنا بغيت نرجع لك الموضوع ديالك التهم بدون دلائل فهو مرضون يجب استئصاله ولقف عنده أنا بغيت نرجع للموضوع اللي تكلمتي فيه ديال من الذي يمكن عمله نتنجل بأنه أعمال كثيرة مجهود كثير تبدل وبأنه المختط الأخضر أعجاب على كثير من هي الدعمة ديال الفلاحة العصرية واللي تطور فيها كثير كين الدعمة الثانية واللي عنده رطيبات بالعالم القروي اللي هي الفلاحة القروية وهذه الدعمة بطبيعة الحال الآن كان فيها اشتغال على مستوى الذي يتهم الفلاح الصغير والمساحات الصغيرة الجبلية والوحاتية وكان ايضا المساحة التسخين اللي أيضا فيه تجهزات تأثيرية كان أيضا المسألة ديال معالجات الإشكالات المرتبطة بالعالم القروي ممكنة إذا توفرت الإرادة شكرا لك عبد الحافظ بوسيف من تجمع الوطن للأحرار الحسين العلالي لانتحاد الدستوري دائما سؤالي كيفاش ممكن لنا نجاوزه أعطار الجفاف ومحدودية الموارد الإجراء الأساسي التي تبنىها الحزب في الانتحاد الدستوري من خلال هذا الاستحقال 7 أكتوبر فهذا الأساس هو استباق التغييرات المناخية وأطاره على مناطق الترابية مختلفة من خلال تستبير مخاطرها وتهيئ أنظمات اللي هي قيمة هذا هو الإجراء الأساسي لكي نشوف الحزب أنه كافي لكي نتجاوزه على المسائل كلها من غياب الموارد المائي وأيضا الجفاف من طبيعة الحال داخل الحزب التحاد الدستوري كان أمنه ونحن معه المخطط المغرب الأخضر ولكن كان بغيره أنه يزيد إضافاته كان بغيره أنه يتجدد كان بغيره أنه مخطط المغرب الأخضر أنه يعطي إضافة نوعية ويجدد من أجل أنه نوصله لذلك الفلاحة التي أشار هذا الأستاذ اللي هي الفلاحة التضامنية اللي ممكن أنها تساهم في تعزيز تواجد الفلاح في العالم القراء ويتمكنه من مجموعة من الآليات نحن معنا المخطط الأخضر ولكن كنت نشوف أنه يعني ما قاش للمستوى اللي يخصوا إرقالي باش أنه يساهم فتكون عندنا وحدة فلاحة مستدامة فلاحة اللي ممكن أن تساهم في التنمية لإقتصادي ذي شكرا لك الكلمة الآن أو سؤال لرشيد بوخنفرم حزب تقدم وأولي الشتراكية مقترحة لكم بالنسبة ل هذا الأمر هذا يعني السؤال هو واضح غير باش نرجع النقطة للواقع السياسي في العالم القراءوي كخزان انتخابي الواقع ما بيش تورفض نقطة بالزاف الواقع لا يرتفع مغربة يعرفوا واشنو كي يوقعوا كيتبعوا خاصة الأحزاب السياسية بيكن تكلموا اليوم مع الحكومة والمسامة دينا فيها كنقولها بكل مسؤولية وبكل جراء وكنجو كندفعوا عليها إلا قدنا غنى مدجل زياد سوثماث سداع زياد سوثماث ساو وقدنا أقادير دوتنان رأى الواقع كعرفوه الناس وكعرفو الأحزاب اللي تشتغيل بشكل دائم وكعرفو الأحزاب اللي ما كتكون حتى الانتخابات فيما يخص الماء كنقوله في وزارة اللي تحملنا مسؤولية دينا هي المكلفة بالماء كانت سياسة كان قانون اللي غينضم الماء في المغرب سياسة اللي كتوضع واحدة سياسة مائية اللي غينضمن الأمن المائي بالنسبة بالنسبة البلاد كان مجموعة ديالتجاري وبرامج اللي ديجاب ديناها بما فيها التجربة اللي انتلقات من جهات سوثماثة هي تحليات المياه ديال البحر ومعالجة المياه العديمة في محطة ديال ديال والاشتراكية ما ديالحسن من حزب الاستقلال مقترحات ديالكم أيضا بالنسبة لها الشأن هذا المقترحات في الحقيقة كثيرة ولكن يمكن اللي نزعها على جوج أولا ما هو اللي عنده علاقة بالعنصر البشري ثم اللي عنده بالمسائل تقنية ضرورية لتطوير مجال ديال الفلاحة أولا في مجال العنصر البشري هو الضرور إشراك السكان ديال العالم القراوي في تدبير ديال الشأن العام ديالهم هنا مسألة ديال الديمقراطية مطروحة محاربة الفساد اللي هو موجود بكترة في العالم القراوي ثم تفعيل دور الجمعيات كذلك في العالم القراوي إذنها المجموعة الأولى المجموعة الثانية إذن فهنا كيخص تدبير جيد للمواريد المائية وكندن بأن الملتقى ديالكوب فاندو اللي غيرتعقيد عن النفم الركش يقدر يعطي دفعاء في هذا المجال كيخصنا كذلك ضرورة استعمال البذور المنطقات وخفض الأتمنة ديالها كذلك تكوين الفلاحة لاستعمال الأسمدة الجيدة وتقريبا تخفيض الأتمنة ديالها إذن واحد مجموعة ديال الإجراءات كلها ممكن أنها تؤدي إلى تطور إنتهى الوقت مادية الحسن من حزب الاستقلال أحمد صدقي من حزب العدلة والتنمية دبرتوا هذه الحكومة هذه فرصة أن أحيي هذه الحكومة أنها استجابت لواحد من المطالب ديالنا اللي كلنا سنشغلوا عليه في الجنوب الشرقي أنها أنجزت وبرمجت سدود كانت مطالب استراتيجية في المناطق ديالنا من القدوسة تارجو مادية وضغابتين غير تل أكدز ولأول مرة تنجز هذه السدود هذا أولا ثم أن العالم القاروي صندوق المية العالم القاروي تخصت له 500 مليون 2011 انتقلت المليار انتقلت الجوج ديال المليار وتم حاليا تهيئ برنامج بكلفة 50 مليار درهم ثم أن الفلاحة التضامنية نجاز 542 مشروع ثم أنه 1 كلفة 14.6 مليار درهم ثم أن الماء الشروف خلال برنامج سنعمل على إقرار تدابير جديدة لتكملة أو لإكمال تعميم الماء الشروب على المواطنين ثم اشتغلنا بطبيعة الحال مع الشركاء على التغيير للقانون للتعاونيات ومنظومة جديدة للعمل الجمعوي للمشتغلين في المجال من حزب العدالة واتنمية انتهى الوقت شكرا لكم للأجوة نوصل دائما النقاش مفتوحة ولهذا السؤال دائما معك اهتمام سلام في هذا الحيز من النقاش ستشارك ثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال سأتحدث ايضا عن الفلاحين وبعضكم يشغل في الفلاحة وايضا لديه اطلاع واسع بخصوص وضعية الفلاحين بشكل خاص عدد كبير من الفلاحين المغاربة اليوم يعانون بسبب القروض البنكية وتعرفون مدى صعوبة ان يكون الفلاح متقلى الكاهل بسبب القروض بماذا تعيدون هؤلاء الفلاحين فيما يخص القروض هل تعيدونهم بتسهيلات ما بإجراءات ما النقاش مفتوح بينكم سيد صدقي عن حزب العدالة والتنمية بوخنفر عن حزب التقدم والاشتراكية وسيد مادي عن حزب الاستقلال تفضل نعم شكرا اذا فأولا كان هني لأخذي لي لأنك واحد المجموعة ديال السدود اللي تبنت في الجهات ديالتين غير وانتمنوا وان الجهات الأخرى أنها تستفد من هذه النوع ديال السدود لأن لأن الحمد للله المغرب وكله بحال بحال غير لي سبقرهم زيان في الحقيقة في حاجة ماساء إلى ذلك إذن فكن نظر بأن هنا يحدنا سد في النواحي ديال الولد بالرحيل سد المداد لتبرمج منذ منذ الاستعمار إلى اليوم ولم يتم البناء دياله صحيح بأن هناك مشكل ديال 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 عند الفلاحة إذن فحنا كنقول أولا ضروري من إعادة الجدولة لأن هناك سنوات ديال الجفاف إعادة جدولة هذه الديون ثم ربما حدف بعض الديون على الفلاحين الصغار لما يكون عندهم شي مدخول له كبير إذن هذا هو الجانب الأساس في هذا المجال إذن ضروري من العناية إذن بالتكوين وبتوعية هل ستقدمون إجراءات وتدابير واقعية ملموسة سيد صدق للفلاحين بطبيعة الحال هذا إشكال مركزي نتحدث عن إعادة تحسين العرض البنكي وتم القيام بمجهور كبير في هذا الاتجاه لإخراج البنوك التشاركية الشروط التي يتم بها التعامل مع الفلاحة في الفلاحة التضامنية هي شروط مشحيفة شغلنا على ملفة كثيرة تتذكر على إعادة جدولة الديون طالبنا بطبيعة الحال بإزالة هذه الديون ولكن نتمنى أن تكون هناك شروط موازية لاحقا للموضي نحو مساعدة حقيقية تستهدف الفلاح في الفلاحة التضامنية أكثر مما تستهدف الفلاح في الضيعات الكبيرة شكرا سيد بوخنفر في حزبكم هل من وعد حقيقي تلتزمون به لهؤلاء الفلاحين بالطبيعة أولا نواصل الإصلاح الإصلاحات لديجاب دينا وفي حزب تقدموا ومشتركين نتمين ما جاء به مقطة المغرب الأخضر ومع ذلك من جانب آخر نطلبوا في برنامج بإعادة توجيه لمقطة الأخضر باش نمشي في اتجاه تقويات الدور الفلاحين خاصة الفلاحين الصغر أولا في البرنامج نركز على تحسين الدخل الفلاحين ثانيا تحقيق المساوات في الأدنى للأجور كما في المجل الصناعي وفي المجل الفلاحي خاصة في المناطق القاروية التي تعرف نشط الفلاحي تعميم الحماية الاجتماعية الفلاحين تثمين المنتوجات المحلية وتشجيع الاقتصاد التضامني والتعاونيات والأنشطة للنفع العام نحن في جهة سوس في منطقة الفلاحية نعرف واحد الواقع الناس يأخذ مفضروف الإنسانية الفلاحين لكن من يستفيدوا في المغرب هم الفلاحين الكبار على حسب الفلاحين الصغار والمستضعف آخر واحد التي تصلوا أي دعم من هذا البرامج لذلك نقول من ضروري أنه يكون برامج التي نقدم فيها دعم مالي ودعم تقني والنقد الفلاحين الصغار شكرا سيد أبو خنفر عن حزب التقادم والاشتراكية هذه رؤية الأحزاب ووعودهم بالنسبة للفلاحين الذين يعانون من الديون والقروض البنكية نوصل دائما معك اعتماد السلام هذه المرة نذهب إلى السؤال الرابع ونقاش مفتوح بعده رفقة ضيوفنا دائما على أصوات وذكر دائما بقواعد مناظرة دقيقة للإجابة على السؤال النقاش في ثلاث دقائق دائما على أصوات مناظرات الانتخابات الشريعية كل يوم ثلاثة وخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أصوات لإيدا عليك تفهمني وتفيدني هذا السؤال سيتمحور حول موضوع أثار جدلا كبيرا وتحدثت عنه وخاضت فيه مختلف الأحزاب السياسية وأيضا من بينها الأحزاب الممثلة اليوم في هذه المناظرة سيكون السؤال حول تقنين زراعة الكيف ما هي اختراحاتكم لتسوية وضعية مزارعي الكيف وتقريبا عددهم بالآلاف في المغرب وتحديدا في منطقة الريف وفي الأقاليم رشيد بوخنفر عن حزب التقدم والاشتراكية تفضل أعتقد أن هذا الموضوع عثار كثير من الجدل وكان ربما كانت تعطاها بعد بعد سياسي كثيرا ما تعطاها بعد تنماوي ولا برنامج لأنه يكون يجوب على هذا التساؤل ثانيا الأحزاب حتى هي التي تبنت هذا الموضوع تبنته فقط للمزايدة الانتخابية لأنك فيما تكلمنا عن القرى والبواد كأخذ الانتخابي نفس الشيء بالنسبة للمناطق هذه التي يتم فيه زراعة القناة بالهندي والكيف المقتلحة التي كانت اليوم تتحدث على استعمال هذه الأعشاب هذه الأغراض الطبية ولكن من الضروري أن تفتح نقاش حقيقي حول هذا الموضوع بعيدا عن المزايدات السياسية وربح الأصوات الأصوات الانتخابية شكرا سيد أبو خنفر تبقى لك من الوقت عشرة تواني سيد عبد الحفيظ أبو سيف حتى لا يكون هذا الموضوع مجرد ورقة سياسية تزايد بها الأحزاب ما هي اختراحاتكم لحله ما هو الحل الذي تعيدون مزارعي الكيف بأنكم ستفاعلونه في حال ما تم ما انتخابكم أولا موضوع الزراعات بشكل عام خاصة منها زراعات الكيف فهي تهم موضوعا ملتبسا وموضوعا أيضا من المحضورات التي يتم النقاش فيها بشكل يطبعه كثير من الغموض وتختبئ وراءه كثير من الأسرار البلدنا حسمت مع موضوع المخدرات وتعتبر أن مواجهتها أولوية كبيرة بلدنا شباب كثير منها ضحايا هذه المخدرات وتدخل هذه المخدرات عبر الحدود اليوم من الناس من يريد أن تكون داخل البلد موضوع المزروعات حتى لا نبخس الناس حقوقهم أقول إنه ينبغي شكرا سيد أبو سيف شكرا عن حزب تجمع الوطني للأحرار أرجو أن تلتزم بالوقت المحدد لك وقد وقعت على مدونة السلوك والقواعد وأذكر فقط سؤالي هو بالتحديد عن زراعة الكيف وليس عن الزراعات الأخرى أنتق إليك سيد صدقي عن حزب العدالة والتنوية أنتم سبقا ورفضتم أي مطلب لتقنين زراعة الكيف بماذا ستعدون هؤلاء المزارعين في حال ما أيضا قيد لكم أن تقود الحكومة المقبلة أقول أن هذه دماغوجية غير مسبوقة لم يلجأ إليها حتى في دول أمريكا الجنوبية دماغوجية غير مسبوقة تسهدف الاتجار بأوضاع فئة معينة وأؤكد هنا من هذا المنبر أن هناك حلول بديلة كثيرة جدا وأن هناك أموال كثيرة كانت تصرف وتهضر وأؤكد هنا أن صندوق المقصة لتخفيض المخصصات من 57 مليار 2012 إلى 15.5 مليار 2000 في هذه اللقية ستشهد منه 41 مليار درهم بلغة الأرقام 41 مليار يمكن أن ننجز بها 60 ألف كيلومتر منطقة القروية وممكن إنجاز مشاريع بديلة حقيقية ناقية لتلك الساكنة سواء في شمال المغرب أو في مناطق أخرى من بلادنا العزيز إذن تم استغلالها بشكل بشيء وكنت أفاجأ دائما بهذا الكلام شكرا سيد صدقي عن حزب العدالة والتنمية أنتقل إلى حزب الاتحاد الدستوري الحسين العلالي ألاف المزارعين المغاربة ينتظرون حلا ألاف المزارعين المغاربة في الكيف أيضا تلاحقهم مذكرات واعتقال ويعيشون حياة غير طبيعية وغير مطمئن بماذا تعيدونهم نحن داخل الحزب الاتحاد الدستوري نعتبر أن هذه مغاربة مطبيعة الحال دانبهم أنهم يشتغلون أو مزارعين في المجل اللقين بالهندي هذه زراعة التي خاصنا في الريف المغرب داخل الاتحاد الدستوري ضرورة تقنين هذه الزراعة وأيضا نلقو بدائل من أجل أننا نعطيه لهذه الناس حقهم في العيش وفي الحياة لأن هذه زراعة متوجدة منذ زمن في ريف المغرب ممكن بين عشرين وضوحين نحدي أو نحدي هذه الزراعة ولكن كحيز نقول أنه مع تقنين هذه الزراعة وأيضا مع البحث عن بدائل عن بدائل ممكن أنها تخلي الفوسح حياتهم العادية من طبيب الحل ولكن ما يمكن ناخده كملف ندير بمزيدات أو ضد ولكن نحن مع تقنين ومع أيضا إيجاد بدائل للمزارعين في المنطقة شكرا سيد العلالي عن حزب الاتحادي الدستوري أنتقي لحزب الاستقلال سيد الحسن مادي ما هي البدائل التي تطرحونها أو ما هي الوعود التي تقدمونها لمزارعي الكيف من أجل حل مشكلهم ليست وعود ولكن هناك تفكير بأن هذه المادة الآن أو هذه الزراعة هي بقوة الواقع فردت رأسها في منطقة معينة وبدون شك أن هناك شبكات تستفيد أكثر من الناس التي يزرعوا هذه المادة في المناطق ديالهم إذن ضروري إذن أن يكون هناك تفكير معقلا وعدم الاستغلال السياسوي لوضعية هؤلاء السوكال القرويين الذين يستفيدون بطريقة أو بأخرى من هذه المادة مادة سامة تخرب أبنائنا تخرب شبابنا بل أنها بإمكان أن تخرب إذا بقيت على هذا الشكل كذا أن تخرب المجتمع المغربي ككل إذن ضروري كما قلت إذن من تفكير موضوعي وفعلي وحقيقي وإجرائي في هذا المجال نعم هناك الآن العمل في مختبرات للبحث عن بعض الحلول نتمنى أننا نصل إذن لهذه الحلول في أقرب شكرا سيد مادة عن حزب الاستقلال وأختم جولة هذا السؤال من عندك سيد عبد الرزاق مويسات عن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هل لديكم رؤية واضحة من أجل حل هذا المشكل وإيجاد حل فعلي وملموس لمزارعي الكيف في المغرب وفي الحقيقة رؤية واضحة وكل صراحة هذا إشكال بكل صراحة ترحب كيفية مغلوطة نهائيا لأنه اليوم إذا نشوف المنطقة دي السوس هنا عندنا عدد الزراعات اللي كيتباع بكتر بالتمن دي الكيف الحمد لله عندنا إذن بدلا من نفكره بأنه يعني في بدائل وممكنة لأنه تم كالأرض كالأرض هناك كالأرض تم كالإنسان المغربي طبعا استقف استقف ولكن كان واحد عدد دي الملايير دي الدعم اللي كتعطي الدولة وخاصة في إيطار المغرب الأخضر لدعم واحد عدد دي المنتجات والمنتجات اللي كتصدر وكتدعم كذلك وزارة تجارة ما يمكن لناش نبقوا غادين ونغلطوا روصان ونغلطوا الناس ونخوضوا في واحد النقاش اللي هو بكل صراحة بكل صراحة النقاش اللي غادي يضيع لهم شكرا سيد موسات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهذا انتهت جولة الأجوبة حول هذا السؤال والآن إلى حي الجديد من النقاش معك عزين الأحزاب التي ستشارك في هذا النقاش الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية الاتحاد السوري وأيضا تجمع الوطني للأحرار غادي نبقى في نفس السياق لرغم أنكم تكلمتوا البات قال أن دماغوجيا هذا نقاش مغلوط ولكن هذا واقع في الحقيقة هذا الشي كان في بلادنا ما كان في بلاد قراء أنا فقط ما غير نرجعكم أعطني الجاوب تفضل لا كانت تكلم عن النقاش نقاش مغلوط أنا بالنسبة لي هذا النقاش مخصوص يترح كان بدائي اللي يمكن هذوك الفلاحة يعيشوا به كل كرامة وي بدون بدون ما ندخل ولكن خاص داري خاص سياسة واضحة خاص فلونتي ببوليتيك خاص واحد الإرادة سياسية وهذه الإرادة السياسية تقول بأنني قديمشي يعني هذا المكان هذا الجهة وغادي ندير يعني واحد أنواع ديال المنتوجات اللي قديمشيها شيئا بشيئا تكلمون الحزب ديالكم شنوك تقترحوا في هذشي نعم هو هذشي اللي كان اقترح أنه يتحل باب لزراعات بديلة كان عندنا وحد عدد ديال الزراعات اللي اليوم مطلوبة على مستوى العالمي نعم مطلوبة على مستوى الوطني شكرا لكم ويستعد رزق امتحاد اشتراكي قوات الشعبية إلا مشيت التجمع الوطني الأحرار بالنسبة لكم تقترحوا شي حاجة هذشي ولا تنتم يرتيب لكم هذشي اشن هو هذشي يعني تتكلمون هذشي ذراع ديال كيف سؤالنا واضح نعم سؤال واضح وإيضا ستكون إجابتنا أكتر وضوحا نحن نقول إن الإشكال وهو استعادة الكرامة لها أولئ الناس الذين هم مزارعون والتي تكلمتي بأنه في سنوات كثيرة جدا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي دفعت بهم إلى أن ينحو هذا الاتجاه وشنين المقترحة ديالكم المقترحة ديالكم المقترحة ديالكم واضحة وهو أنه لازم أن نوفر لهم شروط الحياة الكريمة ليعيشوا متساونة مع مختلف مكونات ديال هذه البلاد من توفير كل الوسائل المسالك طرقات البنيات التحتية أيضا تمكينهم من التفكير في زراعات بديلة أخرى أو أيضا دعمهم للوصول بانطلاقا أيضا من المرافقة في مجال بتكوينهم لإيجاد الحلول أيضا اقتصادية واجتماعية وكذلك لنقلهم من هذا الوضع الذي هو مزري وليدفع بهم أنهم يعني ولوا كيديروا هذه الزراعات التي هي ممنوعة إلى زراعات التي توجد بالنسبة لكم أمر هو نقاش سياسي الآن نقاش مغلوط واللخص وحوله الواقعية من طبيعة البعض يحاول أنه من خلال الموضوع الملف أنه يركب عليه من أجل ربما هدف معي ولكن داخل التحدث نقول أن المزارعين ومغربة 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 من طبيعة الحال الدن دين ومن أنهم يستغلون في المجال لقاوه خاصة في الريف ديال البلاد داخل التحدث نقول أنه يجب بدائل تكون استراتيجية واضحة المعالم لك نقول مختلط المغرب الأخضر يعني في بعض النواق يرقع للمستوى في هذا الأساس خاصة أنه يرقى بدائل لهذا الفئة الفلاحين التي يزرع الزراعات التي القينا بالهندي يقاو بدائل إلى جانب لأن كان عارف أن وضعية اقتصادية هشة صعبة غياب مجموعة من البنية الأساسية التحسية لما يمكن أنها منتوفرة فأخصنا نوفر المجموعة من الأمور وأيضا نسام نعطيه بدائل استراتيجية إمكانية مادية ما ننسوش أنه إمكانية مادية وقد بدائل فأكيد شكرا لك سيل حسين لدي امتحاد دستوري من مدينة نواصل تقديم هذه المناظرة الخامسة وموضوعها الفلاحة والعالم القروي نمر الآن إلى سؤال جديد وهذا سؤال سيكون طبعا للجمهور وأيضا لمتابعين عبر الفيسبوك إليك عزين الأول مرة في المغرب مناظرات كتواجه أكبر الأحزاب السياسية كتنظمها أصوات بمعايير دولية أصوات لإدعال كتفهمني وتفيدني السؤال من الصفحة الرسمية للأصوات على الفيسبوك سؤال مستمعين دائما أصبح الفلاحون الصغار أفقر طبقة في المغرب فهل من برنامج تنموي لمساعدة هذه الطبقة التي تحتضر هذا السؤال مهدي من بوسكورة ما هو الجواب لكم نبدأ معك مرة أخرى أحمد صدقي بحزب العدلة والتنمية من اليمين إلى اليسار ما هو الجواب لكم قلت أن إنجاز معظم البرنامج الأفق 2020 جزات 542 مشروع الفلاحة التضامنية وخصصت 14.6 مليار من الميزانية ونتعد في إطار حزب العدلة والتنمية أن نواصل الاشتغال في هذا المجال من خلال دعم مشاريع الفلاحة التضامنية من خلال بناء السدود في المناطق القاروية كما ذكرت هذه السدود ستغذي عدد المناطق الفلاحة التضامنية أيضا من خلال المساعدة التي تقدم المواطنين في المناطق التي تتعرض للجفاف والتتعرض للفيضانات اللي يمكن تساعد ذاك الفلاحة التضامنية بشكل كبير وهنا نلجأ إلى حلول بديلة بطبيعة هذا بنسبة الميزان كما قلت الاقتطاع من المخصصات الكبيرة والضخمة دي المقاصة ستمكننا لا حتم من تجاوز مختلفة الإشكالات ونوجه مجهودا كبيرا للفلاح المحلي إضافة إلى القانون الجديد دي التغطية الصحية والإشماعية سيستفيد الفلاح لدوم المهار الحرة صدقي من حزب العدلة والتنمية مادي الحسن من حزب الاستقلال السؤال هو واضح دي المستمعين أكيد تكلم على تنمية العالم القاروي اللي كعرفها شاشة اللي كعرف فقرة شنال برامج ديلكم فهد شي بالضبط هذا السؤال عام شي شوية ولكن لأنه كان بزاف دي الأمور يمكن أننا نفكره فيها بنسبة لبرنامج دينا تكلمنا على ما يمكنه أن نقوم به في المجال ديال ديال الفلاحة لكن قلنا دائما بأن العنصر البشري هو الأساس العنصر البشري هو اللي قدر يقوم بتغيير العنصر تأهيل إذن ضروري من إعادة تأهيل العنصر البشري وجعله واعي بواجباته وبمسؤوليته وبالتالي إذن ثم إشراكه في تنمية المحلية لأننا دائما كيتسنوا أن البادية كتسنوا أشنو اللي غنجبوا لها أشنو اللي ممكننا نعطيه لها ثم فك العزل العالم القاروي بناء المدارس بناء المستوصفات محاربة الأمية آفت الأمية تنخر بلادنا ولازالت تنخر بلادنا أكثر من 30% من سكان المغرب كلهم وأكثر من 50% من سكان البوادي من سكان العالم القاروي أميين وبالتالي إذن ضروري إذن تهيلهم من حيث المعرفة شكرا لك مادية حسن انتهى الوقت دقيقة للأسف ما نقدرش نزيده أكثر من هكذا رشيد بوخنفر من حزب تقدم ولي الشتراكية نكن تكلم على برنامج أشياء عمالية أن أفقر طبقة في المغرب هي في العالم القاروي ما هو الإجابة ديكم هذا هو الواقع اللي تكلمت عليه قبل هو الواقع اللي يرتفع إذا كنا نظروا على النظام السائد في المدينة اللي هو نظام رأس ملي متوحيش لما عنده حتى شي حدود رأى النظام لدي يسود في القرية وفي البادي وفي الأرياف هو نظام إقطاعي بأساليب وآليات تقليدانية مما يعني آخر واحد كان في الكروفيرا والفلاح والمصدع والناس اللي كيشتغلوا هنا وهناك رأى رأى معروفين والناس كيعرفوا الأمور هاتي أنا أعتقد بالنسبة لي رأى تكلم الأخ على واحد المدخل أنا كنقول بإن التعليم ورفع الواعي لدى ساكنة العالم القاروي هو مدخل ما كنت تكلموه على اجتيثات نهائي للآفة الأمية هو مدرسة عمومية ناجعة اللي يقدر هات الطيفل والناشئة اللي غتكون غدا غيكون عندهم القدرة والآليات باش يقدروا يأخذوا قرار القرار على المصر دي حديلهم مصر دي القبيلتهم ودي القرية دي لهم ويحسنوا الاختيارات دي لهم وبالتالي باش يقدروا يشاركوه في التنمية المحلية وحتى هم يساهموا في إيجاد الحلول لإن حتى فكرة أننا أحزاني نشوفوا بالحلول تطرحوا أكثر معالمات السفر إن ساعت دقيقة من حيزة تقدموا الاشتراكية الحسين علالي متحدة السوري ما هو مقصر حدي لكم بنسبة لهذا الأمر هذا خصوصا الفقر لهذه الشاشة في العالم القراوي احنا داخل التحدي السوري كان نركزوا على التكوين والتأطير اللي هو ما يعني واحد جوجل العوامل اللي هي أساسية من أجل أننا نرفعوه بالمستوى دي الفلاح في العالم القراوي أو المواطن المصفى العامل في العالم القراوي فإذا كانت تحدثوا على الفلاح فمطبيط الحالة الخاصة في العالم القراوي كي يعني مجموعة من الإكرهات بجموعة المشاكل غياب الدعم المادي أيضا المشاكل الطبيعية مشاكل العقار الفلاحي فإحنا داخل التحدي السوري كان نركزوا على التكوين وتأطير تأطير هذا الفلاح سواء الفلاحين السغر داخل نظيمات بمهنية أو داخل تعاونيات ودعمهم من أجل الرقي بالعمل اللي يشتغلوا أيضا المساهمة في طوفير كل الضروريات لخاصة هذا الفلاح بشأنه يساهم لأن الفلاح هي واحد القطع اللي هو مهم جدا في القصد المغربي وما يمكنش أنه بدون الفلاح أننا أول الفلاح كي أمن الأمن الغذائي للمغربة كلهم تقريب أخذ 30 مليون كي أمن لهم هذا الفلاح البسيط اللي كي يعني الأمراء في جميع النواحي فإذا لازم أننا نفرغ جميع جهازة اللي أساسية وأيضا نلوكبه في تأطير وفي تكوين حسين علالي شكرا لكم امتحاد الدو السوري عبد الحافيض بوسيف تجمع الوطن الأحرار العالم القاروي كيف ما ذكرناك يعيش حسب المستمع فقر وهالشاشة كبيرة أيضا ما كينش حسب المستمع دائما مستشفيات طرق عزلة كبيرة بنسبة لكم الإجابة من خلال برنامج جيالكم شنا هي فعليا نحن في المدى البداية كنقول بأنه العالم القاروي بواحد من الإنشغالات الكبيرة ديال تجمع الوطن الأحرار إضافة إلى أيضا إلى المجال الحضاري وقلنا بأنه للإجابة على كل الإشكاليات والانتظارات للعالم القاروي لازم الاهتمام بأولا فك العزلة وتوفير المسالك وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج وطني لطرق القاروية اللي غير يتمكن من ربط هذا العالم بالعالم الأخرى النقطة الثانية واللي مهمة جدا وهي مدخل اللي كنت أتكلم وليل إخوان وأنا أيضا نجمع لناها موحيدا من الأولوية الدينة بل إنها الأولوية الأولى هي المدرسة نعتبر أن التعليم هو القاطرة لممكن أنها تقود هذه البلاد إلى الارتقاء وأن تعليم الفتاة القاروي ومحاربة لهذا المدرسي وتوفير النقل المدرسي وسكن طالبة ودعم الفلاح الصغير وتوفير الإمكانية والتكوين كلها عناصر ضروري للارتقاء بالعالم القاروي شكرا لك قتلك أو انتهى الوقت شكرا لك مونساة عبدالرزاق منتحاد الشراكي القوات الشعبية نفس سؤال أيضا من نسبة لكم هو سؤال مستمع من بوسكورة مهدي أفقر طبقة في المغرب هي في العالم القاروي يجب أولا أن نقر بأن في هذه العشرات السنوات الأخيرة ازدادت نسبة إفلاس الفلاحين الصغار وهذه يخسن قربها وأنا أعرف ذلك وهذا شيء راجع أولا لأن الفلاحين الصغار لم يتطوروا ولم تتح لهم الفرص لكي يسيروا الإنتاج ومتطلبات ديال السواق الداخلية والداخلية وكذلك السواق الخارجية وهذا شيء كله يجعل نحن الاتحاد الشراكي أننا لا نبقوا دائما نفكروا غير في القضية ديال الفلاحة في العالم القراوي غير عالم القراوي يساوي الفلاحة لا يمكننا الآن العالم القراوي وحال الوقت لكي يكون إرادة سياسية لكي يكون فيه مشاريع الصناعة مشاريع التجارة مسانية الخدمات يعني يعني يجب ديرو كاليز يحسن حول الآن واحد عداد ديال الأنشطة العالم القراوي إذا بغينا العالم القراوي وخرج ما هذا الوقت موئسة عبر الزق امتحاد الشراكي القوات الشعبية نتابع دائما هذه المرة نقاش مفتوح ثلاث ضيوف معك اهتمام حول هذا السؤال الأحزاب المشاركة في هذا النقاش هي الاستقلال العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي نحن نتواجد اليوم بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وهناك ملاحظة لدى مجلس طلبة المدرسة ستكون محور النقاش خلال هذا الحيز يقول مجلس طلبة أو ممثلوا مجلس طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في هذه الرسالة التي وصلتني منهم الآن بأنكم تتجنبون إعطاء حلول تفعيلية وتكتفون فقط بإعطاء وعود وهمية ونحن كطلبة نطالب بحلول جريئة هل أنتم قادرون على أن تكونوا ضمن حكومة تعطي حلول عملية فعلية وفعالة وشافية سيد صدقي ما جوابك للطلبة حينما تحدثنا سنة 2011 أعطينا برنامجا وتم تنفيده أقول أن الملايين من العالم القاروي يستفيدون حاليا من برنامج ديال الراميل عشرات الآلاف يستفيدن من الأراميل يستفيدن من برنامج ديال دعم الأراميل سيستفيد الملايين في برنامج رئيسي وهم جد الذي أعتبره جوهرة الإنجازات الاجتماعية المقبلة ديال التغطية الصحية والاجتماعية لأصحاب المهن الحرة كما أنه تم فك العزلة بشكل كبير على العديد من المناطق بتدخلات جد داكية أتحدث عن طريقة غير مني من التدخل داكي غير مقنع أتحدث عن جميع الأحزاب نحن نلتزم بما نقول ونوثقه حينما نتجول بخلال الحملة الانتخابية نقول للناس ما لم نوثق شيئا فلا تتق فينا نوثق ونتحدث بالأرقام والمعطيات ونبتعد عن الانطباعة ونك انطباع خطير يسود الآن لما كنوالو هذا انطباع خطير نواجههم بلغة المعطيات والأرقام من الواقع من المجال ونشتغل في عمق العالم القرون أرجو الاتزام بالوقت حتى يكون هناك تساوي وأيضا عدل في توزيع الوقت ما بينكم سيد مادية عن حزب الاستقلال الطلبة هم عينة للمواطنين ويقول بأن خطاب الأحزاب خطاب كاذب وغير مقنع لا أقبل كلمة كاذب ممكن أن نقول غير مقنع نتيجة طبيعة نسل ربما وضع السؤال وطبيعة الطلبة دي المؤسسة هنا في الحقيقة دائما عندهم أمل ويميلوا الجوانب الإجرائية العملية هذو المهندسين هذو الأطور الكبيرة دي المستقبل في حين أنهم كيخصهم يديروا دراسة عميقة لبرامج ديالنا كتشفوا بأن دقيقة لا تسمحوا لنا أولا بطرحي مجموعة من القضايا برنامج حزب الاستقلال برنامج إجرائي واضح وضعه مهندسون وضعه فلاحة وضعه أساتدة الشرق في واحدة المجموعة ديال النخب ديال المجتمع إذن من الصعب أن نتكلم بأنه كاذب إذن أدعوهم لقراءة متأنية لهذا البرنامج الوظيفي اللي في الحقيقة هو برنامج الأمل هو برنامج المستقبل شكرا سيد مادية عن حزبي الاستقلال أنتقل إلى سيد موساة عن حزب الاتحاد الاشتراكي الطلب يرون أن خطاب الأحزاب غير خطاب وهمي كما جاء في وصفهم وأيضا الحلول التي تقدمونها ليست فعلية بما هو ردك طلبة ديال المدرسة الوطنية وكذلك المدرسة الزراعي اللي يتملول بكل صراحة طلبة اللي مشاكين معنا في المشاهد كلهم أغلبية الساحقة كتعمل في المنطقة هنا ديالسوس لكن لا بنتكلمه على المغرب ككل كامل المشكين من طبعا الحال احنا بالنسبة لنا اللي كيعطيه الوعود أنا كنظن بأنه ما أعطيتش وعود في الوقت اللي تكلمت على اقتراحات فيما يخص مثلا القضية ديال العالم القراوي أننا كنقترحه وماشي شيء اللي كنقترحه فقط ولكن سبقنا به وهو أنه تنقيل واحدة عدد ديال الأنشطة إلى العالم القراوي وماشي غير الفلاحة كان القضية التانية هو أنه القضية ديال الإرادة السياسية يعني هي شيء هو اللي بيتكلم عليه الطلبة ستكون إرادة سياسة ويكون برنامج ومتبع تحسبوا عليه نعطيك مثلا مثلا اللي يوم احنا هنا قلسين كانت تكلموا هذه واحدة تقريبا ساعة إلى حد الآن ماذا ما دخلنا في الحساب شكرا سيد مويسات انتهى الوقت الخاص شكرا سيد مويسات أرجو الالتزام بالوقت رجاء سبق ووقعت على مدونة وسلوك المناظرة رجاء الالتزام ونواصل دائما يمكنك الإجابة وتدخل بنسبة البقية الأسئلة تستغل دقيقة ديالك يعني باشترح الأفكار ديالك ولكن دائما دقيقة مخصصة لجواب نواصل معك اعتماد سلام هذه المرة سؤال دائما للجمهور آخر سؤال سؤال السادس قبل أن نذهب للكلمة الختمية مناظرات الانتخابات الشريعية كل يوم ثلاثة وخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أصوات لإيدة عليك تفهمني وتفيدني السؤال طرحه أحد الحاضرين معنا في القاعة اسمه سلاح طاهري وقال ماذا بخصوص الإصلاح الزراعي للأراضي غير المستغلة وتملكها للفلاحين وأيضا أراضي الجموع وأراضي الدولة أبدأ من عندك سيد العلالي عن حزب الاتحادي الدستوري ما جوابك طيب قبل الإجابة على هذا السؤال أرجع للسؤال للرسالة للطلبة دي المدرسة أقول أنا وحزب الاتحادي الدستوري جاب إجراءات نقولش أنه جاب برنامج فضفاد في مواطع ولكن جاب إجراءات ليه عملية ما كتطلبش مجموعة ما كتطلبش كان يتمدية لكي تحقق هذه الإجراءات مثلا نقوله إجراء الهيك الذي لقيت على غير المسوق من خلال وضع برنامج للتعاون فهذا إجراء يعني بسيط جدا وممكن أنها يعطينا تأيج كثير بالنسبة السؤال الثاني للطالب أو الحاضر معنا فحزب الدستوري نقول بلا أنه في هذا الباب في إطار دعم الفلاح دائما كيقول كنشوف بالإمكان أن نوضع مجموعة واحدة استراتيجية لديها العمل وأيضا واحدة الخطة من أجل أن تمكن هذه الفلاحين من استغلال هذه الأراضي وأيضا تممكن لما لا نشوف أن الشباب مثلا نعلم البيطال أن هذه الأراضي على المستغلات تطلع شكرا سيد علاني عن حزب الاتحاد الدستوري إلى حزب الاستقلال سيد الحسن مادي ما جوابك؟ في الحقيقة بأن المشكل تروح بحد الآن أي أن هناك مجموعة الأراضي خاصة أراضي الجموع الذي قريبا بغوش يوحدين باش يستسولوا عليها ويحيدوها لموالها وهذا مسألة خطيرة خطيرة جدا في الوقت اللي نحن ندي بتنمية العالم القراوي بمساعدة السكان في التنمية والخروج من الفاقر من الهشاشة كان لقوا بأن هناك من يريد الاستلاء على هذه الأراضي بالنسبة لحزب الاستقلال نجد بأن هذه الأراضي أولا إذا كان هناك من القراويين من يستطيع وله إمكانات أن يستغل لها محليا فيجب أن تعطى له إذا لم يكن هناك فضروري من تجميعها أن تجمع على شكل مشاريع وتعطى لمجموعة الشباب وخلق مجموعة من التعاونيات التنموية ديال ديال المنطقة ليستفيد منها سكان المنطقة لا غير شكرا سيد مادية عن حزب الاستقلال ثانيتين فقط تبقت لك من الوقت سيد موسات عن حزب الاتحاد للشراك للقوات الشعبية هل لديكم رؤية واضحة من أجل الاستصلاح الزراعي للأراضي غير المستغلة وتملكها للفلاحين أولا هذه القضية هذه الاستصلاح لم يبقى كان القضية ديال الآن كان يعني واحد لقسم في وزارة فيلاحة اسمته الوكالة اللي يخدم على واحد العدد ديال الأراضي سواء الأراضي ديال الجمعة أو ديال الجيش أو غيرها احنا كان عرف بأن كان ملايين ديال الأراضي اللي قلس مع مرات استغلت ما يستغل لدوي الحقوق ولا الخوص مع الأسف الشديد خست تلقى واحد الحل وسط أنه تعتل أسبقية لدوي الحقوق ودوي الحقوق مع ضعفهم ومع فقرهم لابد كما قلت متكوية تعاونية وهالتعاونية يخصى دعم كبير باش يمكن لها تستغل هذه الأراضي وتستفد منها هذا هو الرئيدي نحن في الاتحاد الشراكي بحيث أن الأرض والماء هذا جوج الحواج المهمين جدا فيما يخص العالم القاوي شكرا سيد مويسات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمسة تواني تبقت لك من وقتك سيد رشيد بوخنفر عن حزب التقدم والاشتراكية ما جوابك لطاهر سلاح أنا سمحت لي أريد أن أجعل السؤال للطلب المدرس الوطني الطلب حتى لا أريد أن طالب وابن جامعات بالنظور في الأحزاب الوطنية الديمقراطية شتانة بين حزب وحزب خار ثانية الحزب التي أعطينا الفلاحة في علاقتها مع موضوع العالم القراوي يزيد ويرسخ الصورة النمطية التي كانت على العالم القراوي لماذا لا تتكلمون عن أنشط اقتصادية بديلة لماذا لا تتكلمون عن السياحة الإيكولوجية والتدوير القصص ناجحة من جهات سوسماسة من الشباب في العالم القراوي ديالتدوير ديالروسيكلاج اللي ممكن تخلق ناشط اقتصادي كالصناعة التقليدية كين مشاريع هنا حقيقية ديالتعاونية ديالزيت الأرقان اللي وصلت للعالمية علش ما قدروش ناخدوها التجاربات ونحاول نحاول نسوقوها نحاول نعطيهم جميع وسائل الدعم التقني والمالي باش يزيد ارتقي ما مقاش كنحصروا شكرا سيد بوخانفر عن حزبي التقادم والاشتراكية ولم تجب على سؤال صلاح الطاهري انتقل اليك سيد بوصيف عن حزبي التجمع الوطني للأحرار تفضل اولا نحاول نقول شي كلمة لإخوان طلب صحيح الإشارة التي أشرتم إليها إذا تعلق الأمر بطبيعة الأحزاب تدعي ما لا تستطيع أن تفعلها ويكون خطابها أكبر منها هذه هذا القول فهو صحيح بطبيعة الحال إذا تعلق الأمر بهذه الأحزاب أما الأحزاب المتجدرة والتي لديها كفاءات ودراية أيضا بتدبير الرأي العام وإدارة الشأ العام فأعتقد أن الإخوان فهم مخطئون إذا تعلق الأمر بذلك بخصوص السؤال بطبيعة الحال المتعلق بتمكين الفلاحين من الأراضي فأكف شرل صديقي سدي عبدالرزاق الموضوع يتعلق اليوم باهتمام مجال لضا اللي هي الوكالة للتنمية الفلاحية وإذا كان هناك دفتر تحملات قوي جدا بإمكان أن يتمكنوا من هذه الأراضي شكرا سيد بوسيف أنتقل حزب العدالة والتنمية سيد صدقي هل لديكم حلول لتمليك الأراضي غير المستغلة للفلاحين وإصلاحها سنواصل فقط الحلول الحكومة الحالية قامت بإجراءات فعلية فيما يرتبط بالتحفيظ الجماعي للأراضي الجماعي في الكثير من دوائر الريع المستوى الوطني هذا إذا نجاز سيتم المواصلة إضافة إلى إجراءات أخرى ضمنها وضع إطار تعبيئات العقار خصوصا لأنشطة الصناعية ثم الأكثر من ذلك تم إقرار ثلاثة القوانين الأساسية لقانون المقالع باش نحفظه على الأراضي وانطلقنا من المنطق ديال لإمتياز والريع إلى منطق ديال لالتزام وضفات التحملات وبقال المغرب مع الأسف بدون قانون ديال المقالع من 2003 إلى عهد هذه الحكومة ثم قانون ديال مناجم حيث تفوط الرخص وتباع لاحقا بالملاير ثم قانون ديال الساحل حيث تم إقرار وحيث ديال منع ديال الأنشطة بالنسبة لأشخاص ومنسا ومش لأشخاص القرويين الموحدين للبهر إذا كل هذه أمور ملتبطة بحماية الأراضي والتدبير ديال الأراضي والتوجه نحو الاستغلاد لها ومساعدة الساكن القروي في الاستغلاد ديال الأراضي تفقى الآن نمر إلى آخر حيث لهذا النقاش في هذه المناظرة معك أخير النقاش ديمنى هذه الحلقة هذه المرة أنا كنت نحب أن نبقى في الموضوع لكن بقى عندي سؤال في الحلقة أيضا دائما بغيت نترحول لكم الأحزاب تحد السوري الاستقلال وتجمع الوطني للأحرار غادي شاركوا في هذا النقاش نسينا علاقتنا بتحاد الأوروبي والدور ديال دائما التوتور الفلاحة شنو مصيرها إلى محكامات العدل بنسبة لأوروبا حكمات الصريح للأحزاب أو غيره أو مثل هذه الأسئلة هذه متما كيف تجاوبوا خصصا أنكم أبناء هذه المنطقة على مثل هذه الأسئلة علاقتنا بتحاد الأوروبي والفلاحة الموقع لهذه العلاقة هذه وش عنكم دور أم أن هذا القرار ماشي في يد الأحزاب كلش كيف تقدروا تجاوبون على هذا سؤال ماذا أول مع التحاد السوري طب يتحال هذا إشكال كبير وكيهم الحكومة بشكل كبير طب يتحال كيهم الحكومة المغربية بشكل كبير وحنا مع الفلاح ومع الهدف ذي الفلاح التحاد الأوروبي فعلا يشوف أنه عنده مصالح ذاته الشخصية أو مصالح ذاته اللي يدفع ولكن الفلاح المغربي أو الحكومة المغربية يخص أيضا الدفع على الحق المغربية في هذا المجال لأن الفلاح كان نعتبر قطاع محرك القنصة المغربية وما يمكن أننا نزيد أو القطاع الفلاحي أننا نجعله يكون نقطة السوداء بالمغرب خاصة في التعامل مع أوروبا ولكن نحن نحفظ على الهوية وعلى المكان وعلى القيمة ذاته الفلاح المغربية في المتظم الدول نعم تجمع الوطن الأحرار صلح ديم زوار وزير خارجي بنسبة لكم جاوب واجد طبعا في نفس الموضوع نعتبر أن نحن أصحاب قضية ونعتبر بأن موضوع القضية الوطنية لا يمكن بأي حال من الحوال أننا نتنزل عنها لأي طرف كان ولكن أيضا نعتبر أنه لا أعتقد أن أوروبا ستضحي بعلاقتها مع المغرب فبلادنا ولاي الحمد تتميز باستقرارها ولكن أيضا تتميز بعلاقتها أنتم تطرحون موضوعا متعلقا بالفلاحة والموضوع مركب لا يمكن أن نعزل علاقة بلدنا في موضوع صغير جدا وهو موضوع الفلاحة ولو أنه يهم شريحة كبيرة وقوية من بلادنا من ناس اللي هم دي البلاد بالتالي فالفلاحة فلاحون وطنيون وفلاحتنا وطنية وستبقى مدافعة عن بلادنا نشوف جاوب المدية الحسن من حزب الاستقلال عندكم رؤية واضحة في هذا نعم كان رؤية كان مجموعة الإجراءات في البرنامج ديالنا ولكن نحن نذكر بأن الفلاح المغربي اليوم خاصة المصدر يعيش بمشكلة كبيرة فيما يخص تصدر جميع المواد الفلاحية ولكن الآن في هذه اللحظة خاصة الحوامد هنا ناتش كما قلنا على المشاكل مع الاتحاد الأوروبي باش يمكننا تجاوز هذا الوضع باش ممكن لها شطرح كل سنة كنقول بأن يخص تنويع الأسواق ديالنا ديال اللي بيعلي لأن يمكن شيء نسلك هذه المادة كلها جلالة الملك الآن فتح الأسواق ديال إفريقيا إذن على الفلاحين ديال نوع المغاربة ديالنا إذن أن يتجهوا بقوة إلى هذه الأسواق هناك كذلك روسيا ضروري كذلك من التعامل معها في هذا المجل هناك كذلك دول الخليج رغم أنها صغيرة ولكنها تستهلك ضروري كذلك أن تصدير ديالنا يتجه في هذا المجل ولكن نقطة الأساس ربما الذي يمكن أن نتجوز به المادة الخام التي نصدرها كمادة خام هو تصنيع هذه المادة في بلادنا لكي يكون لديها قيمة مضافة أكثر شكرا لك مادة الحسن حزب الاستقلال بهذا عزين نصل إلى ختام هذه المناظرة سيد موسات يرجى الالتزام بالوقت لديك دقيقة في الختام يمكنك أن تثير فيها ما شئت من الأفكار وأيضا المواضيع سنعتمد أيضا الترتيب الذي اعتمد في بداية الأمر وذلك حسب نتائج القرعة التي أجريت بحضور ممثلي الأحزاب أبدأ من عندك سيد أحمد صدقي عن حزب العدالة والتنمية في ختام هذه المناظرة لماذا على المغاربة أن يصوتوا لحزبكم ندعو المواطنين أن يشاركوا بكتف أولا وأن لا يجعلوا بينهم بين السياسة والشاء العام صماصرة والمتاجرين بالانتخابات وأيضا أصحاب نزوعات التحكم كما ندعوهم إلى التصويت على اللوائح المحلية والوطنية للمصباح لاستكمال الإصلاح ومواصلة المسار للارتقاب بالمغرب وتحرير الإرادات لكي يرتقي المغرب إلى مصاف الدول القبرى التي يمكن لها أن تؤرخ للعالم ما زال لديك تقريبا نصف دقيقة طبيعة الحال هذا النداء الأول نداء الثاني وأكد من خلاله على ضرورة أن المواطنين ما تلتزموش ما تنعطوش وعود نؤكد لهم أن نقوم بقوبنتهم دائما ما غادش نغضروا الساحة ونؤكد لهم أن نقوم بجهور كبير جدا لتبني قضاياهم كما كنا من قبل وما غادش نغضروا وما غادش نخلوا وغاد نوصلوا للشغال كيف مكالحال والنتائج ستكون إن شاء الله مبشرة ومبشرة جدا لأنه بالفعل شكراً سيد صدقي عن حزب العدالة والتنمية مادي الحسن من حزب الاستقلال لماذا خاص المغربة يصوتوا لكم في 7 أكتوبر خاص المغربة يصوتوا على حزب الاستقلال بكتافة ولكن يصوتوا كذلك على الأحزاب الأخرى لأن كل حزب عنده برنامج دلو بغنهم يصوتوا بكتافة على حزب الاستقلال باش يمكن كله يتحمل العام ويسير الحكومة إن شاء الله المقبلة لأنه كما تعلمون أولاً حزب وطني حزب عتيد حزب عنده تجريبة في مجال ديال تدبير وديال تسير موجود في جميع مناطق المغرب سواء في العالم القاروي أو في المدن حزب الاستقلال يؤمنوا بالتعادلية الاججماعية بنوع من تكافؤ الفرص بين السكن يعطى قيمة أساسية للمرأة في 200 يعطى قيمة أساسية للجمعيات يؤمنوا بالمقاربة التشاركية يؤمنوا بمحاربة أنواع الفساد التي تنخر بلادنا وبالتالي فبدون شك أن لا يمكن أن نحقق وحدنا هذه الأشياء كلها ولكن بمعيتي أحزاب أخرى بحول ذلك شكراً لك على هذه الكلمة إلى سيد رشيد بوخنفر عن حزب التقدم والاشتراكية لماذا على المغاربة أن يصوتوا لكم بداية كحزب تقدمي يناصر قضايا المرأة مبغيش نفوت لدينا فرصة أن نتكلم عن العالم القراوي ولا نتكلم عن المرأة المرأة التي تفق الأولى في العالم القراوي هي أن نعسل الأخرى لذلك في البرنامج لدينا شك مهم مخصص لتتمين دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا في العالم القراوي أعتقد أنه يكون في المستقبل محور أساسي الذي يمكن تكلم عليه في علاقته مع العالم القراوي لماذا المغاربة يصوتوا على حزب تقدم مشتركيه ضم صوتي لصوت الإخوان أن الشباب خاصة الشباب يشاركوا بكتافة وخصوم يصوتوا على حزب تقدم مشتركيه لأنه حزب تاريخه معروف لتو 70 سنة من نضال من أجل الديمقراطية من أجل المساواة من أجل الحرية من أجل العدالة الاجتماعية ونشفوا المساهمة دين المملكنا في المعارضة معارضة مسؤولة تجعل مصلحة الوطن ورصنا مرفوع وبالمعقوص نواصل الإصلاح شكرا سيد أبو خنفر فقط عزين أشير إلى أننا أثرنا موضوع المرأة سواء في القرى أو في المدينة في الداخل أو في الخارج ضمن مناظرة خاصة بالمرأة وبشؤون المرأة أنا أنتقل بالكلمة الحسين على الانتحاد دستوري بداية أدعو الناخبين أدعو الناخبين خلال راديو أصوات راديو أصوات مطاري دخال بشأنهم يشاركوا بك كتفاف الاستحقاق ديالنا نرجع معه 7 أكتوب لأن العزوف عن الانتخاب أو عن الأداء الواجب الوطني هذا الواجب وطني فهو تكرس لمواصل بي إحنا بغينا مغرب جديد بغينا مغرب يعني كي يزدهر بكفاءته وبطقته وبالأحزاب السياسية مثل بيتحال إذن أنا أدعو الناخبين والمستمعين بشأنهم مصوتوا على رمز الحصان مئة إجراء لإعطاء أنه سيقوم بتسريع وطيرة النمو أيضا سيساهم بخلق فرص العمل وأيضا قوية تمويل المقاولة الصغراء والمتوسطة إصلاح نظام ضريبي خلق مناخ ملائم للابتكاء والاستثمار لدعم القدرة الشرائية المواطن يعني كل هذه ربما إجراءات لحزب نوكي التعادل أنه يديرها إذن أدعو الناس أنه مجلسطوا على رمز الحصان ماذا على المغاربة أن يصوتوا لحزبكم ما نقول المغاربة كل المغاربة نساء ورجال شيوخا أيضا أنكم تعرفون التجمل وطن الأحرار منذ نشوئه فهو حزب معتدل حزب لا يفرق بين أحد حزب يتوجه إلى المغاربة جميعا ويعتبر أنه حزب لا يتعامل بمنطق انتقائي وأنه كذلك حزب لا يختبئ وراء الغموض رجالته ونساؤه يتحملون مسؤوليتهم كاملة عندما يكونون يكونوا في التدبير العام وعندما يكونوا في المعارضة يتحملون أيضا مسؤوليتهم كاملة نحن لا نوزع الوعود ولا نتباكى أو نهدد نحن نعتقد أنه نقدموا البديل شكرا سيد بوسيف مويسة عبدالرزاق امتحاد اشتراك القوات الشعبية لش خاصة المغاربة يرجعكم من الحكومة أنا كان أقول بأنه أولا قبل كل شيء كما بدأت وبذلك أنه كان أطلب من جميع المغاربة يمشوا للسنادير لأنه عندنا واحد وعندنا واحد الفئة وخاصة بعض المرات المتقفين اللي مع الأسف لا يعطونا أهمية لهذه العملية الوطنية نحن نؤمن بالدمقاتية وأدينا التمان غالي على ذلك وهذا يعرفه كل المغاربة الاتحاد الاشتراكي كان عرفه بأن هذه المسيرة بدأها منذ 1963 هذه المسيرة أو هذه المسلسل ونحن نؤكد للمواطنين والمواطنين أننا سنواصل النظار من أجل إتباتي وإتمامي هذا المسلسل الديمقراطي ولكن كان نظن بأنه نسل كنف الحكومة اليوم سمعته هذه وقت المحاسبة هذه وقت المحاسبة والوعود التي تعطت لا من ناحية النمو ولا من ناحية المديونية ولا من ناحية البطالة أنها عود لمع الأسف الشديد كلها سلبية موسية عبدالزاق من الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية وشير عزين إلى أن ممثل حزب الأسانة والمعاصرة وأيضا ممثل حزب الحركة الشعبية تخلفا عني الحضور رغم التزامهما المسبق وتأكدهما الحضور لهذه المناظرة بهذا نصل إلى الختام نشكر لكم في الختام ضيوفنا الحضور هنا بمدينة أقدير كما نشكر أيضا المدرسة الوطنية للتجارة والتسهيل لاستضافتنا هنا بأقدير الشكر موصول لفريق العمل يونس مكواريوس في الحراق أيوب جليلة وزينب بل عمروي وملتقان بإذن الله في مدينة الدار البيضاء ومناظرة خاصة بالشباب نوعدنا إن شاء الله في الدار البيضاء دائما مناظرة الشباب يوم الخميس المقبل إلى اللقاء مناظرات الانتخابات الشريعية كل يوم ثلاثة وخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء أصوات لإيدا عليك تفهمني وتفيدني ترجمة نانسي قنقر